عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر في مقره بأبوظبي حضر الجلسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادية تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس عددا من التوصيات خلال مناقشته موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية ووجه السادة أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول دعم وتأهيل خارجي المؤسسات الإصلاحية ومنح الشركات الخارجية الخاصة الترخيص لسيارات الأجرة ونقل تبعية مراكز الأحداث حيث رد الفريق سمو وزير الداخلية على كافة الأسئلة باستفاضة كثرة هذه الشركات والتعيينات وزيادة في التعيينات وعدم موجود الضوابط المناسبة تقوض كل الجهود التي تسعى الدولة في حل أو التحكم في تركيبها السكانية لها وطالب المجلس في توصياته بتفعيل برامج التوعية الأمنية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بفئاته العمرية والنوعية والثقافية في شأن المساءلة الأمنية وتنويع البرامج التي تهدف إلى جذب أفراد المجتمع للمشاركة الفعالة في العمل التطوعي الهادف إلى مساعدة ومشاركة أفراد الشرطة المجتمعية وإعداد وتنفيذ برامج شراكة وتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بدور الشرطة المجتمعية لنشر الأمن الوقائية بين أفراد المجتمع لا شك وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة في هذا الشأن من شأن تعزيز الأمن ما بين الشرطة وكمجتمع لتوأمة ما بينهم بحيث أن يكون هناك حس أمني واحد بدور الشرطة المجتمع إنها قريبة من حس المواضن دائمين الجائرية بحل المشاكل بحل بعض الأمور التي من شأنها لو وصلت إلى مرحلة متقدمة تصبح ضمن النظام الجناعي فيؤثر على المواطن المجلس الوطني الاتحادية أشاد بما تحققه دولة الإمارات من مؤشرات على مستوى العالم في تقديم خدمات الشرطة وانعدام الجرائم والعنف وغياب الجريمة المنظمة والحماية من الإرهاب لتعدى واحدة من أكثر دول العالم أمانا بالنسبة للسكان ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنمية والتطور واستشراف المستقبل جهود وزارة الداخلية في المحافظة على أمن الدولة وسياستها في محاربة بعض الظواهر السلبية التي باتت تهدد مجتمع دولة الإمارات من أهم البنود التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة عشر لأخبار الدار فايزة الضنحاني من أبوظبي